بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أبنائي وأحبائي طلبة الصف الأولى الابتدائي مرحبا بكم اليوم سنتكلم عن درس جديد من دروس اللغة العربية وهو الشدة الشدة ودعوني الآن أقص عليكم قصة عن الشدة حتى نتعرف عليها جيدا بمدينة الحروف كان هناك طبيب يدعى شدة كانت كل الكلمات التي لديها مشكلة في الشكل أو الصوت تذهب إليه ليصلح لها حروفها وتصبح بصحة جيدة ذات يوم ذهبت إليه كلمة أمي أمي وهي تبكي وقالت يا طبيب شدة أنا كلمة غريبة في النطق والكتابة لأن لي مشكلة في حروفي فلدي ميم ساكنة وميم مكسورة ولذا فشكلي غريب ونطقي صعب فكر الطبيب شدة قليلا ثم قال لدي حل سأقوم بعملية جراحية وأقص الحرف الساكن وأترك المتحرك ولكن بشرط أن أضع توقيعي على الحرف المتحرك بدلا من السكون حتى يعرف من ينطق الكلمة إنه كان هناك حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك لكنني جئت وقصصت المتحرك الساكن لأسهل الكتابة والنطق فتصير الكلمة أمي أمي وفقت الكلمة على شرط الطبيب شدة وتم إجراء الجراحة لها وصارت كلمة سهلة وبسيطة في النطق والكتابة والآن يا أبنائي هيا نتعرف على أنواع الشدة للشدة ثلاثة أنواع النوع الأول هو الشدة المفتوحة والشدة المفتوحة هي التي توضع فوقها فتحة مثل كلمة سلم ما هو الحرف المشدد؟ أحسنتم هو حرف اللام وعند تفكيك الشدة اللام الأولى هي لام ساكنة واللام الأخرى متحركة عليها فتحة سنسأل الآن سؤال مهم جدا لماذا وضعنا على اللام الثانية فتحة؟ من أين عرفنا أنها لديها فتحة وليست ضمة أو كسرة؟ هل رأيتم الشدة ما هي الحرقة التي فوقها؟ إنها الفتحة الفتحة فوق الشدة هي حركة الحرف الثاني من الحرف المشدد هي حركة الحرف الثاني الأول دائما يكون ساكن والثاني عليه نفس حركة الشدة والثاني عليه نفس حركة الشدة هيا الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشدة وهي الشدة المكسورة أي الشدة التي تحتها كسرة مثل كلمة أمي أمي ما هو الحرف المشدد؟ نعم إنه الميم الميم الأولى ساكنة عليها سخون وهذا دائما يكون الحروف المشددة الحرف الأول ساكن والثاني نفس حركة الشدة إذن الميم الأخرى عليها كسرة أما النوع الثالث وهي الشدة المضمومة مثل كلمة صبورة صبورة ما هو الحرف المشدد؟ نعم إنه الباء حرف الباء الباء الأولى هي ساكنة والأخرى لديها ضم وعليها ضم والآن دعونا نتعلم على كيفية تحليل الكلمات التي بها شدة عند تحليل الكلمات التي بها شدة لا بد أن نأخذ في اعتبارنا أن نفكك الشدة أن نفكك الشدة الشدة كما قلنا قبل ذلك أنها عبارة عن حرفين وليست حرف واحد عند التحليل لا بد أن نفكها كيف سنفكها؟ هنا مثل كلمة بطة بطة أين هو الحرف المشدد؟ إنه حرف الطاء إنه حرف الطاء كيف سنفعلها؟ سنضع رقم ثمانية تحت هذا الحرف الجميل بهذا الشكل ثم الحرف الأول دائما دائما عليه سكون إذن الطاء الأولى عليها سكون أما الحرف الآخر فعليه نفس حركة الشدة إذن الطاء الأخرى عليها فتحة أحسنتم مثال فستصبح بط ط ط ط بط ط ط ط ط وكما علمنا قبل ذلك في التحليل أن الحرف المتحرك دائما يأتي معه الحرف الساكن لأنه لا لأن الحرف الساكن لا ينطق بمفرده إذن الحرف المتحرك ينطق مع الساكن لذا وضعنا الباء المفتوحى مع الطاء الساكنة أما الطاء فهو حرف متحرك ينطق بمفرده فيظل بمفرده وأيضا التاء المربوطة متحركة فتظل بمفردها أصبحت الكلمة مثال آخر ميقص ميقص ماذا سنفعل؟ الثمانية أحسنتم نضع تحت حرف الصاد شكل رقم ثمانية ونفق حرف الصاد الحرف الأول عليه سكون والحرف الآخر عليه ما هي هذه الحركة؟ إنها التنوين بالضم إنها التنوين بالضم إذن ستصبح عند التحليل ميقص صن ميقص صن ميقص صن الميم مكسورة تنتق بمفردها القاف مفتوحة وبعدها الصاد الساكنة فتصبح فتصبح القاف مع القاف المفتوحة مع الصاد السكون والصاد الأخيرة لديها تنوين بالضم فتنتق بمفردها ميقص صن ميقص صن ميقص مثال آخر جنة ج جن نطقنا حرف النون مرتان لأن لديه شدة نضع الثمانية حرف الحرف الأول عليه سكون وحرف النون الآخر لديه فتحة مثل الحركة التي فوق النون هيا نحلل هذه الكلمة أحسنتم جن نا نا تن جن تن جن تن وهي تأتي بمعنى حديقة حديقة جميلة جن نا تن جن نا تن الجيم مع النون الساكنة والنون بمفردها لأنها متحركة والتاء المربوطة بمفردها أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وأرجو منكم فتحة الكتاب المدرسي على صفحة 82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 كل هذه الصفحات هي تدريبات على درس الشدة وشكرا لحسن استماع وأرجو منكم مشاهدة هذه الفيديوهات الموضوع على الباوربوينت وهذا للاستفادة أكثر من شرحها وشكرا لحسن استماعكم وبالنجاح والتوفيق بإذن الله شكرا شكرا